موسيقى لا 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 معقول الرياضيات تتفلل فكرك رياضيات صعبة لا لا عن جد عن جد عن جد زي ما نصر التوجيه تعرف ان انا كوجيهة 2006 والله جد اه والله جد توجيهة 2006 بس معقول الرياضيات صعبة مش عارف عن جد يعني فيه ناس بقول لي بتفللها فيه ناس بقول لي صعبة مش عارف عن جد انا محتار والله اني انا محتار طب تعال اسمع انت وتعال اسمع انت كمان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم بسم الله انطلقتنا اليوم انطلاقة 2006 من المنصة الفخمة منصة دراستك التعليمية تعال نسمع شو قصة الرياضيات وشو موضوع الرياضيات وموضوع العلمي في الرياضيات ايش احنا يا علمي مين احنا؟ مين انا كطالب توجيهي؟ هل انا طالب؟ حاسح لي انا الآن توجيهي؟ ولا لسا أنا بقول يا عمي لساتني نايم بالعسل وبقول لك يلا نام بالعسل وتسلى يا كبير ويا كبيرة وخليك نايم لساتك ما صرت يجتوجيهي وبقرة لما صير واحد تسعة بيقول يلا نحن نصرنا توجيهي لا 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 سيبك من الكلام هذا وسيبك من الكلام هذا هذا الكلام مرفوض هذا الكلام مش لازم إحنا يسيطر علينا أنا كإنسان لازم أعرف شو الأمر أنا مين أنا توجيه 2006 صح؟ طب شو أعمل؟ شو الإشي اللي أنا مطلوب مني؟ تعال أقول لك شو مطلوب منك حبة حبة مشان إحنا نروح نجيب العلامة الكاملة ونسكر عالمتنا بإذن رب العبادة قولوا يا رب دائما إن شاء الله آخر الثاني طبعا إحنا إن شاء الله لما نفرح فيكم نوكل كنافة بدنا الكنافة زيادة قطر لعيونكم الحلوة شو اللي مطلوب مني وأنا شو الإشي اللي بسمع وشو بسمع من هضو وشو بسمع من هون وشو بسمع من هون وبسمع من كل الناس لكن أنا في النهاية لازم أعمل القناعة التامة اللي عندي أنا طب شو قناتي؟ للعلم الإنسان بيجي بقول لك الرياضيات هي مادة صعبة طبعا أحكيكم هالقصة البسيطة قبل ما نقول الرياضيات صعبة أنا أبدأ أحكى عن نفسي أنا أستاذ نادر اقتيط مدرس مادة الرياضيات العلمي والصناعي الصناعي أخو العلمي لأنه نفس المادة حذفات بسيطة أنا إنسان كشخص لما كنت طالب مدرسة زي زيك طالب مدرسة أكيد روحت على المدرسة ولا أنت تفكروا حلقوا راحوطوا على المدارس بس أنتو والله أنا روحت على المدرسة والله إنه كنت أدرس بالمدرسة عن جد والله تفكروش أنا بنزحش والله كنت في المدرسة مش مزدقيا؟ سادقو يا أكبار المهم ما علينا لما أنا كنت طالب بالمدرسة كنت أدرس من الصف الأول لما وصلت للتوجيه صدقا وبدون مجامل عمري ما أحبيت الرياضيات انت هذه الرياضيات بقوله عمريك ما أحبيت الرياضيات جد ما أحبيت الرياضيات والله يزم شو بدو رياضياتíssة صعبة هاي زنخة شووا الرياضيات يا زنم طب شو صار؟ يا أخي بالتوجيه ماشي ما أبعرف شو اللي صار مادة دخلة موخي مادة حسيتها أحلى مادة كيف أحلى مادة يا زي دماما كنت كنت لما أمسك مادي أحفظ ألاقي مخ شرت بس دمامسك الرياضيات ألاقي حالي بتسلى خصما بالله كنت مرات أقود قدام التلفزيون وحل أهلي بيقولوا يعني مثلا مش داما الأهلي بيقول لك قوم دروس قوم دروس هاي جلنا أنتوا أنتوا تحكوين أنتوا قوم دروس أنا كنت لما أقود قدام التلفزيون أمسك حل مسائل يحكوين قوم دروس تقول لهم شو قبل أعمل بادي دروس تمام؟ عن جد حسيت أنه مادة تحدي والله ما لكم على يمين إنه كنت أيام وأنا بالتوجيهي يكون عندي سؤال بدي أحله يقهد معي مرة ثلاث أيام السؤال وأنا أحل فيه الله أكبر والله الحل معي بس ما أطلع الحل ترى في ليش؟ عن جد ما كنت أطلع الحل لأنه ما بهي أطلع الحل أنا كنت متحدي نفسي إني أحل هذا السؤال وأجيب حله كنت لما عن جد أحله أنبسط وأفرح أقول لك شوي بالدعم الحفلة شوي أقول لك عن جد أقول لك أنه يجيب حسن شاكوشي غني لي يا زرمي تمام؟ تمام ومع هيك حبيت رياضيات التوجيه وقررت أدرس رياضيات الجامعة الحمد لله خلصت البكالوروس وخلصت الماجستير جيد جداً ومعني ما كنت أحب رياضيات طوال أمبر حبيتها بتوجيه هاي مادة بتنحب بدي أحب غصب تعامل سنت كفة إنه أنا لما بحل أصد الحفظ ومش عارك لكن لما حبيت المادة أو إنت بدك تحب المادة الأصل فينا شغل وحده فيه إنا إحنا إيش اسمه العقل الباطن إيش اسمه إيش العقل الباطن عند الإنسان طب شوه العقل الباطن الإنسان؟ عقل الباطن عند الإنسان والتغذية اللي أنت بتعملها لاحا لك أنا شو بقني حالي؟ بلاقي كيف يعني؟ أنا بقني حالي إن أنا ما بفهم رياضيات والله لو جبنا المعلومات حشناهم حشي جوا روسكم ما رح تفهم رياضيات بس لو إحنا أقنعنا حانة صرنا نضحك حانة أقولكم لو نضحك حانة والله أنا بفهم والله أنا الرياضيات سهلة والله رياضيات إن شاء راح أفللها والله المادة حلوة والله مش عارب إيش عن جد مادة حلوة كده إلى آخرة راح تقني حالك إنك إنت راح تفهم رياضيات شو ما كانت النتيجة؟ راح تفهم مرة عمرة راح نحاول راح نفهم رياضيات كمادة مش صعبة إحنا سويناها صعبة إحنا في يوم الأيام عن جد مرات نكون كرينا شخصي ممكن درسني إياها فكرهني في هاي المادة لكن أنا فعليا ما في عداوة بينه بين الرياضيات شو العداوة بين الرياضيات؟ كمادة إنت ما بتكرهها وإنت ما بتكره فيها ما في عداوة بينكم هذا كتاب إشي مكتوب على ورقة يعني مبارقة مكتوب عليها معلومات مكتوب عليها معدلات مكتوب عليها كده أنا ما بكرهها طب إحنا بنغير العقل الباطن لأينا بتقود نفسي ونقود مع حانة قاعدة صراحة ونقول إياه عقل الباطن ونقول إلي حانة والله رياضيات حلومة سهلة أنا بإمكاني أفللها هي مادة عليها 400 علامة هي بيطير معدلي أكبر نسبة في المعدل معدلي بيطلع معدلي بينزل طب إنتناسي إنه هذا المعدل كلهم يعتمد على هاي المادة إنه هي اللي بترفع و هي اللي بتنزلو لأنه المادة عليها 400 علامة آه الله هي مادة 400 علامة معناته مادة بدأ إيش؟ تعب هاي المادة حتى إحنا نفهمها ونجيب فيها علامة كاملة وإن شاء الله ممكن تجيبوا العلامة الكاملة ومكتين من مكتين وتكونوا أنتوا قدها وعنجد إنكم قدها ماشي؟ لازم نركز طيب أنا رياضيات عملي مدرسة أنا ما بعرفش رياضيات أقول لك والله ما بعرف ولاي شي مش عارف أنا الرياضيات مفهمهاش تخافش لا تخافي رح أسزك من الصفر أحبلش معك من الصفر رح أسزك حبة حبة ماشي؟ رح أعطيك التأسيس حتى تجيبي العلامة الكاملة بدي أطلع فيك بتأسيس من الصفر لحد ما أوصل أبلش في المادة ألاقي المادة أسهل منها ما فيه أسهل مادة عندي هاي هي المادة السهلة اللي تقولي إيش طيات الرياضيات يا زمين؟ ولا إشي أقول لك حكي فاضي أسهل الرياضيات أسهل من التاريخ حلو؟ رح نطلع من التأسيس من الصفر لحد ما نأأسسك طب كم حص التأسيس رح أعطينا؟ ممكن ناخد خمسة ستة سبعة ثمانية أخذنا حص التأسيس طب خلص التأسيس؟ ما خلص التأسيس طب خلص يعني إيش ده تكمل؟ لا 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 أخذنا ممكن سبعة حصص ثمان حصص بغضل نضع عشر حصص ما خلص التأسيس طب كيف ما خلص التأسيس؟ رح أبلش بالمادة بعد يوم صح؟ يقولي آه فلشنا بالمادة طب التأسيس خلص؟ بقول لك لا فيه مواضيع ما بزبط أسيسك فيها هون بالتأسيس في البداية يعني أنا رح نأخذ التأسيس العام وفيه تأسيس بسميه تأسيس خاص هذا التأسيس ما بقدر أعطيك إياه لما قبل أشرح موضوع وين؟ مادتنا؟ بتقول لي آه بقول لك هذا الموضوع يحتاج إلى تأسيس إذا أنا شرحته في البداية هون كونه مرتبط في بعضه ومعتمد عبعضه ممكن تنسوه فبدا نسيناه كيف ننفهم الحصة؟ لا 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 ما بدي هيك أنا أنا وإياك أنا مش أخطوه بخطوة أنا لما يكون فيه موضوع زي هاد تأسيس غير التأسيس العام اللي رح نشرحه حتى نقدر نفوت على مادتنا هذا التأسيس بشرحه قبل حصته يعني قبل حصة بتعطينا؟ آه قبل ما أبلش في الموضوع هاد بعمل تأسيسه ومباشرة بكمل فيه ليش؟ لأنه هاد اعتمد آه الدرس هاد أو الموضوع هاد عندي في مادتي في مادة توجيهي العلمي ماشي اعتمد على مين؟ اعتمد على إشي تأسيس سابق هذا التأسيس السابق مترابط فأنا بشرحه بعدين بكمل ما راح أشرح كل الحصة التأسيس مرة وحدة ولما أجي لهذا الموضوع أنت أو أنت تتفرج على الفيديو تيجي تقول أوه شو اللي بشرحه الأستاذ؟ لا 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 هذا موضوع مربوط فراح نطلع فيه من وقته وقته نطلع فيه شان هيك؟ حصة تأسيس مش راح أشرح مثلاً عدد كبير من حصة التأسيس لأنه فيه حصة التأسيس لابد منها أنها تكون دائماً جاي قبل الموضوع اللي بدأ نشرحه طب أستاذ والله في مثلاً ناس بشرح حصة التأسيس كليتهم حر كل إنسان حر بأسلوبه أنا أسلوبي أنا إلي 23 سنة بدرس هاي السنة إنتوا جي إلى 2006 السنة الرقم 24 إلي خبرة تدريس في الرياضيات العلمة السنة هاي الأربع وعشرين سنة هذول السنة بدي أوظفهم إلك تخيال أنا 24 سنة خبرة بدي أوظفهم إلك وإلك ماشي؟ مشان أنت تجيب علامك كاملة مشان أنت تحب الرياضيات مشان أنت عن جد تقول الرياضيات سهلة تقول أسهل مادة وأحلى مادة عندي هذا المطلوب مني أنا إلك أنا راح أشتغل عندك هون السنة هاي وقدامك ماشي حتى أنت توصل للعلامة الكاملة طب راح تتركنا؟ لا أكيد ما راح أتركك لا بأور طريق ولا بنص الطريق ولا بآخر الطريق ولا بعد ما تخلص الطريق كمان راح أضل معك من هون لنخلص تدخل على الامتحان وتطلع مع الامتحان بعد الامتحان وإذا بعد الامتحان بتعزمني أنا أول واحد راح أكون بحفلتك كمان وبحفلتك كمان وأول مبارك لكم وأقول لكم الحلوان ع حسابي كمان ما بدأ جي شو بدنا أحلى منكم؟ أنا معكم للنهاية معكم بالحصة معكم على مثلا ما سنجر بعتلي راح أرد عليك على الواس بعتلي راح أرد عليك وينما بعتلي راح أرد عليك أنا معكم أولا بأول ما راح يعني أخلي حالي أوقف للحظة أني عن جد أني أخذ لك أنه أنا مش معك لأنه أنا بهمني تكون أنت من الأوائل بهمني تكون صاحب علامة كاملة ماشي بالرياضيات زي الطلاب اللي قابلك اللي عن جد سبقوه وكانوا عن جد أصحاب علامات كاملة طب أستاذ أنا عن جد حسحة لي ما راح أجيب علامة كاملة أوكي أنت مش حسحة لكن تجيب علامة كاملة أنا معلي ضعيف حتى ينجح ويجيب علامة رضي ومع الوسط حتى يجيب علامة عالية ومع الشاطر حتى يفللها ماشي طب شو المشكلة بالوسط فللها لا والله ما في مشكلة ممكن والضعيف ممكن يجيب علامة نيحة آه ممكن إذا تبعوا ومشى معنا أول بأول وموروا تماما تماما ويا محلاعا تمام إذا الرياضيات نرجع ونقول مادة شو مالها؟ سهلة مادة إيش؟ سهلة بدي أسمعها هيك وأنا ماشي أقولك وانت ماشي بالبيت يا قل لأهلك فقروك انجنيت انت نجنيت وانت ماشي الرياضيات سهلة الرياضي بدي الرياضيات سهلة أحلى مادة بديها بدنا نتعب عليها صح؟ رح نتعب، رح تصير سهلة ممكن في البداية نتعب بس بعدين والله لان ارتاح لاما كل بداية صعبة لكن فيما بعد شو ده تصير اشي سهل جدا اذا الركز الان بيقولكم عشرين على موضوع العقل الباطل من الانسان شو العقل الباطل والله العقل الباطل شو انتو تخطو فيه شو بيعطي لكم يعني مثلا لان بيجي واحد بيقول لك انا بدي اكون الاول على المملكة انا بدي اجيب الاول على المملكة حلو حلو اذا اقنعت عقلها اقنعت عقل الباطل هون بانه انت الاول على المملكة راح تكون من اوائل المملكة ممكن تكون الاول على المملكة ممكن تجيب الثاني ممكن من العشر الاوائل ممكن تجيب معدل عالي وممكن فيش اوائل من المملكة لكن انا حلم وصلت له عرف كي انا حلم وصلت له يعني لان انا اقنعت حالي ان اكون الاول على المملكة بناءا على ذلك انا بلشت اشتغل على هذا الاشي ادرس اعمل اتعب اسوي حتى اكون انا شو مالي الاول على المملكة لكن اتمنى عن جد من الله واستحلفكم بالله استحلفكم بالله ثم استحلفكم بالله انه عن جد لما انا اقنع حالي واحكي مع حالي انه انا الاول على المملكة بالله عليكم استحلفتكم بالله ثلاثة ماشي انك ما تيجي بعد فترة شو تقول يا زلمي هو مظلش باري يظل الاول على المملكة شوف كيف انت نفخ حاله جد وقولت انا الاول على المملكة وبلشت اشتغل هلالالاشه هاضه لكن الاشه هاضه انت حسرته شوي متعب انه انا ا Anhta designated Quantum Topter يعني عمالية تعبها لاح لي حالي انت اجيب الاول على المملكة بعد فترة انت زهجت لايزا عمالية يدني انا نفخ حاله وبالله لNovaGun تقسر حالك للأسف عن جد أنا استحرفتكم بالله ثلاثة أنكم متى من الحرفين انفق حالك وظلك نافق حالك أنت اللي قاب لك اللي جاب الأول اللي قاب لك واللي قاب له واللي قاب له والله ما هو أحسن منك مش أحسن منك عن جد أنت بتكون تقدر تجيب الأول مالك تقدر تجيبه العلامة الكاملة تقدر تجيبه العلامة الحلوة اللي عن جد أنت تبسط حالك فيها تبسط أهلك اللي تعبوا عليك حتى وصلوك هاي المرحلة أهلك هذول راح يستمع لنا نجاح صح اختي لك انسى كل الناس حطوا مع جنب انساهم كل الناس كل الناس انساهم تذكر أبوه وأمه اللي تعبوا مشانك لموصلوك لحي المرحلة انه عن جنس هذول بيستحقوا انهم يدوقوا فرحة النجاح هذول شمال هم بيستحقوا انهم يدوقوا فرحة النجاح يوم النتائج تنزل دمعتك ودمعتهم هم لنجاحك مش لرسوبك ماشي كلمة راسب نستفنيها هون ما بدنا اياه مرفوضة كلمة راسب مرفوضة ما فينك المتراسب شو كلمة راسب انا شو راسب انا راح انجاح راح اجيب الاول على المملكة انا راح ادمر الدنيا انا اللي راح اعمل راح اسوي بدنا نجيب واتذكرني هذا الفيديو الاول واتذكرني الحصة الاولى واتذكرني ان شاء الله يوم النتائج ماشي لما تجيب العلامة انه كان نفسك فيها والمعدل انه نفسك فيه ولنفسك فيه طبعا نحن نحكيه سواء ذكور او انا قلوا يا رب ودايما شو منقول منقول يا رب دايما احنا منقول يا رب منقول يا رب وقلنا يا رب لان لما نبلش راح نبدأ من الصفر زي ما قلنا راح نبدأ بالرياضيات تأسيسنا من عند اشي اسمه مجموعات الاعداد اشي اسمه ايش مجموعات الاعداد ان exposي مجموعات الاعداد الفرجية و للزوجية ليازمهم فيش غيرها الفرجية و الزوجية انت حظuin لا مش هضوال منحف عنهم مجموعات الاعداد تقسم غدة مجموعات الاعداد ضروري ما نكونونها رفئة طب ليش لان انا بكرا بدو يجي يكله اذا كانت الاجابة تنتمي للمجموعة الاعداد كذا طبعا انا مدخبية عنكم سيlevant قال ان مدخبية عن مجموعة الاعداد عس primarily انتوا عارفينتها انا كيد مدخبية انت قطعت انتوا عارفينها لكن انا مخبي يعني زيها اذا كان بنتمي لمجموعة كذا طب وطلع معاي اجابات اخذهم كلهم ولا اهمل اشي منهم ااخذ اشي منهم لا والله يا امي اذا قل بنتمي لمجموعة كذا لا والله ممكن ااخذ اشي واهمل اشي طب نبدأ الان من اول مجموعة اعداد اكتشفوها بالدنيا شو اول مجموعة اعداد يلا مع بعض اكتشفوها بالدنيا استنى انا وياكم يلا اجابتك الحلوة اللي بتلعليحها واجابتك الحلوة اللي بتلعليح ايش هي يا عيني الاعداد الطبيعية اذا اول مجموعة اعداد جابونا اياها بالدنيا كان اسمها الاعداد الطبيعية حلوي اذا اول مجموعة شو كانت اول مجموعة اعداد بالدنيا كانت مالها الاعداد ايش عنا الطبيعية هاي كاملت حلو الان راح بقول لي حلو الاعداد الطبيعية طب معلش يا ترى شو ايه الاعداد الطبيعية بالله يعني انت قلت لنا الاعداد الطبيعية وخلص هيك بقول لك اذا ما قلت لك الاعداد الطبيعية بس والله اه اني انا لما قلت لك الاعداد الطبيعية هاي حكيت لك اياها هيك صح؟ اسم طب شو هيه؟ ممكن تريحنا وتقولنا ايش هي الاعداد الطبيعية؟ بقول لك اه ممكن ارايحك وقول لك شو هي الاعداد الطبيعية؟ تعالوا نشوف شو هيه هاي الاعداد الطبيعية اللي بيعرف منتز اللي ما بيعرف يعرف لانهنا نتعلم حكينا ومش مشكلة من وين بلشنا دايما ان شاء الله مشوار البعيد بقولوه بدناش نقول الالف خطوة بقلمي الخطوة مش عارف يبدأ بخطوة سمونا من الحجاب بدنا نقول ايش عندنا بدنا نقول شغلة حلوة بدنا نقول ان شاء الله مشوارك لاخر الدنيا لكن ديبدا في خطوة في النهاية هاي الخطوة دعنا نعرف مشوه شهي الاعداد الطبيعية بيقولك الاعداد الطبيعية هي الاعداد الصحيحة الموجبة يعني مين الصحيحة الموجبة يعني مين هي بتقولي الاعداد زي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الاخ هاي اسم الاعداد الطبيعية 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 طب احكي لكم ليش اسموها الاعداد الطبيعية الأعداد الطبيعية سميت بذلك الاسم الأعداد الطبيعية لأنها جاءت من الطبيعة إنو أنا جاءت من الطبيعة فسمنها أعداد طبيعية كيف يعني؟ يا زي ما أنا عندي في إيدي كم إصبع؟ عندي ست أصابع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أقولي كيف ست أصابع؟ وعدتهم خمسة إذا أنا من همي خمسة صابعي من الحلال ما هم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة عندي خمسة أصابع صح؟ بجدت من الطبيعة أنا قاعد بعيد بأشي من الطبيعة قلت لات أنا مواقف على شباكة الدورة البلكون مش عارة شو قاعد بعيدكم السيارة بتمروا من الشارع سيارة سيارتين ثلاثة أربعة حلو؟ إذن هي من وين جاءت؟ جاءت من طبيعة فسميت بإسمها مين؟ الأعداد الطبيعية طيب بعد الأعداد الطبيعية أجينا إحنا يكسف مين أنا وإياكم خلنا أعتبر إحنا نحالنا العلماء أولا كنا نفكر زمان أنت وأنا العلماء اللي كنا نفكر زمان يا ابن الحلال واحد بدو يحزمنا منكم واحد يازم أقول لك سمع انت انت آه انت انت داييني خمس دلانيار والكو كو كو شلفتون حاس هيك كلهم شلفوا لا معيش ولا واحد معا ما شاء الله عنكم وكلو ضب المصاري وبطل معكم زي ما قولوا قطعنا إيدينا ونشحد عليها صارت لا طب نمشي شوي داييني خمس دلانيار معلش إدايت من واحد منكم قديش أنا خمس دلانيار لسه أنا بحطها بتجيبي زي هيك فرحون كيف عليها خمس دلانيار معي خمس دلانيار اسمع بده أدمر الدنيا بده أطشي بعبدولي اليوم ماشي والعلى أمور عندي شو هي لو جاينا موحة بقول لي اسمع معلش ديني ليرتين يا زم والله لسه ما فرحنا بي يا الله خذ لك هاي ليرتين قد يس ضل معاي قد يس ضل معاك ثلاثة لسه ما شيت له قدام شوية مش عارف مين جانا بقول لي اسمع بالله عليك بالله عليك ليرتين بس وبعده برجلك خذ يا زم حي ليرتين مشان الله يا زم ضل معايا يا رايزان مو قبل شو كنا فرحان مانطوش ماندمر الدنيا اليوم طلت دينار جاينا واحد قل لي ما عليك ستعتني عن دينار تقول له خذها قد يس ضل معايا بقول لي ضل معاك صفر طب العداد الطبيعية في صفر بتقول لي آه فيش صفر طب شوية فكرنا شوية بعد شوية أنا قاعد زي هي يا زم جعان بالدوكل يا زم مشان الله يا زم جعان بس مايش مصاري أشتري شي طب شو الحال بتعمل اسم ما بالدروعة تاعة المطعم وما الدايم منه دين دين شو يعني دين تقول لي يعني سالب طب فيه سالب آه ممعنا سالب طب والحال قالوا الآن احنا عنا مشكلة جديدة ومشكلة عوشية الاعداد الطبيعية فيها اعداد صحيحة موجبة بس ما فيها سوالب ولا فيها صفر ما فيها ليس صفر ولا سوالب معناته احنا يا علماء انتو أنا مع بعض عمرنا نحالنا العلماء قلنا من نجيب مجموعة اعداد جديدة نحط فيها سالب وصفر طب شو نسميها صفرنا ضربنا يمين شمال صميناها ايه سمناها ايوة يعني عليكم الاعداد الصحيحة اذا سميت بالاعداد الصحيحة شو سمناها الاعداد الصحيحة طب شو الاعداد الصحيحة ما نقولنا قبل شو السالب يمو جبوا ايش وصفر قالوا شيء الاعداد الصحيحة هي سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة الاخ صفر واحد اثنين ثلاثة الاخ مجموعة الاعداد الصحيحة هي مجموعة واحدة اسم الاعداد الصحيحة لكن هاي المجموعة تضم ثلاثة مجموعات كيف ثلاثة مجموعات تضم مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة والاعداد الصحيحة السالبة والصفر الصفر مجموعة لوحده يعني الصفر مش مع الموجب لا والله مش مع الموجب الصفر مع السالب لا مش مع السالب 呀 هبل اللي كان يجيه يكتب سالب صفر ولك شو بتهيأ لك تكتب سالب صفر ولا كوصفري لالوليشارة لا موجب ولا سالب لا موجب ولا سالب اصحوه شو الصفر له سالب موجب الصفر عدد محايد عدد شماله محايد مع الموجب مش مع الموجب بحبش الموجب مع السالب بحبش السالب لحاله انا باللعب لحالة باجي راضي اللعب لوحدك تيجي راضي انت صاح؟ تمام لا محضول ولا محضول طب بس بالمناسبة السؤال هي الزغنون شو السؤال الزغنون تبعا؟ بتعرف انه يمكن اخطوه بالصف الرابع؟ يا زمن احنا ذاكلينا عدد زوجي ولا عدد فردي؟ محايد لا مش محايد بالقصة هاي الصفر مش محايد عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي؟ طب شو زوجي؟ كيف زوجي؟ كيف زوجي؟ كيف فردي؟ حلو؟ شو هي الاعداد الزوجية؟ واحبولي اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة اثناعش الاخرة وانتاز انا بقول لك شو هي؟ يقول لي استنى تذكر لك شوي نعمل هيك رستارت وارجاع ارجاع 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 صفر الرابع؟ يا زمن الصفر الرابع زمن كنت لبس اقول لك ولا ما عارش كنت لبس يا زر بقول لك ولا ما عارش يضحكوا علي في الصفر الرابع المهم ما علينا؟ أسأل قصة هون انه الصفر عدد زوجي؟ طب ليش عدد زوجي؟ العدد الزوجي هو كل عدد يقبل القسمة على 2 بدون باقي أي عدد بيقبل القسمة على 2 بدون باقي يسمى عدد زوجي صح؟ والصفر يقبل القسمة على 2 لأنه 0 على 2 بيعطينا 0 بدون باقي إذن الصفر عدد زوجي حلو إذن الصفر عدد زوجي لكنه محايد لا مع الموجب ولا مع السالب قلنا 100-100 كيف المعلومة هاي؟ خلوها عندكم تمام الآن بعد قصة أنه قلنا عن الصفر عدد زوجي وقلنا شوية الأعداد الصحيحة كيك من باب الموضوع حنقول مثلا اللي هي بدنا نفكر في شغلة جديدة مشان نجيب مين وأحب قول لي مجموعات بالمناسبة على فكرة بيحكيكم شغلة بما أننا ذكرنا موضوع الأعداد الزوجية والأعداد الفردية لو بدأت أسأل نعمل استفتاء معكم إحنا منحب الأعداد الزوجية والأعداد الفردية تسعين بالمئة مننا راح يقول بيحب الأعداد إيش الزوجية سعبين أنت أو أنت شو قلت لا أنا والله بحب الأعداد الفردية مش إدى قلت بتحب الأعداد الفردية لو أجه خيرك أقول لك منها اثنين ولا ثلاث يولي اثنين أربعة ولا خمسة لا أربعة عشر ولا حداعش عشرة تختار طب أنت قلت بتحب الأعداد الفردية باشه فقعت بتختار الأعداد زوجية مظبوط؟ أنا بيختار أعداد زوجية إحنا شايفك شايفك وشايفك أنه اخترت أعداد زوجية تقعدوش تقول إنه لا والله اخترت فردية سيبك من الحكي هذا أنت اخترت إيش؟ سيبك من أسليبك وأقول لك وأعطيني إيشي صح أنه أنت كنت تختار زوجي مكنتش تختار فردية شايفك هايز أنا مش سامعك أنا أصلا كمان طيب بس عقول لك دليلنا منحب الأرقام الزوجية كمان بتقول لي أعطيني دليل منحب الأرقام بكون أنا قاعدة على التلفزيون وماسك الرموت ماشي وبعلف الصوت حطت الصوت 59 حطت الرموت بالله عليك وبالله عليك ما بيظلك حايص لما تحطها 60 كلكم بتقولوا أولا بيظل حايص لما حطها 60 عن جد بيظل حايص لما حطها 60 أي رموت أي شيء حطه حطه مثلا مثلا أقول 49 بيظلك حايص لما تحطه 50 طب دليل إنه إحنا منحب الأرقام الزوجية منحب مين؟ الأرقام الزوجية حلو فإحنا دائما دائما مثلا بكرا منيجي بالتأسيس لموضوع الجدور وفينا جدور زوجية وجدور فردية يا زلم الجدور الفردية زنخة مين قلت؟ الجدور الزوجية حلوة صح حلوة للعلم الجدور الزوجية الزنخة الجدور الفردية أحلى جدور وبكرا راح نشوف بالتأسيس إنه عن جد إنه كل إشي فردي سكرة وكل إشي زوجي عن جد بيغلب عدينا هضو نشوفوا الحطة هاو طيب بنرجع يا حبايبنا العلماء نكمل اكتشافاتنا يلا شوف شو اكتشافاتنا احنا الان احنا اكتشفنا كم مجموعة من الاعداب نقول اكتشفنا مجموعتين اعداد طبيعية و اعداد ما لها صحيح انا وياك و احنا قاعدين نهيكم نفكر العلماء يجعبانا نشرب ايش كاسة شاي كاسة شاي مرتب ببني اياها اوك روك عجب شو كيف نجيبها هاي نجينا نسوي شاي يضرب لو فيش سكر اه طب والحال اجينا واحد مننا قلنا روح يا فلان جيبنا من عنده كانت عمك ابو عصام اللي عصام بتعباب الحرب ابو عصام جيبنا من عنده كيلو سكر طب هاتوا مصاري يا عمي ايه لم 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 منا كلياتنا ما شاء الله علماء علماء طفرانين يطلعنا لم منها العلماء كلياتنا طلعنا دينار اخي اخصارتي العلماء ولكو دينار طلعتوا دينار اعطينا افلان هاذا دينار قلنا روح جيبنا عند دكات عمك ابو عصام هاذا جيبنا ايش كيلو سكر راح افلان ومسكت دينار ودخل عند عمه فى السام عمه فى السام كيلو سكر قال له خذ هاي كيلو سكر اعطاه دينار قال له ايه 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 ولا انت وشلتك العلماء هذولة ضلكوش تصرعوا فيي هلا انتو علماء ايزا مقسم بالله تخلينيش هجاء بلاش اه قال له طب شو قال له السكر دينار وعشرين كرش انت جيبلي دينار جاي مبسوطة حالك يزم بعدين معك قال له طب معيش اشرين كرش طب ابو عصام سجل عالدفتر قال له يزم سيبني منك انتو العلماء بتوطف راي نكولكو عبادكو بطلعوش ليارة يزم بتعطيك او عشرين كرش دينار سيبنا منك انتو بديش ادايناك انا انتو ابو الحل احنا علماء ايزا لم صاح فكر العالم هاذا اللي وديناه فلان العالم اللي وديناه قال له ايه طب يزم حطي اللي بدينار بديش كيلو حطي اللي عقدة دينار بدي كيلو الا صح يعني اقال من كيلو منتاز مية بالمية السوي عجب الطريق اخذ اللي بدينار سكر غور عجب الطريق قول ايه ماهو يصدق وصل لعنه قول له اسمعوا صار معي واحد اتنين ثلاثة ارفعة طب هيك بطل واحد صحيح يعني صار فراطة فيه قل يا زلمين هو قلنا اه اذا الان جاء دورنا ان نكتشف مجموعة من الاعداد جديدة فيما لها ايه جديدة فيها قصور قلنا شو بنا نسميها رحنا هون وهبدنا وسميناها الاعداد النسبية الاعداد النسبية بعد ما سميناها الاعداد النسبية قلنا ايشي الاعداد النسبية كل عدد يكتب كل عدد يكتب على صورة ايه علبي هو عدد نسبي كل عدد ماله يكتب على صورة ايه علبي هو عدد شو نسبي يا عيني هذا حلو شو ايه علبي يعني كسر يعني باسط و مقام كمان شو بنيجي لقسر الباسط و المقام نحكى عنه طب كيف يعني مثلا يعني مثلا من ايه نكتب هون واحد على اثنين هل هو عدد نسبي هل هو عدد نسبي تقول لي اه يزم ايه علبي عدد نسبي طب لو كتبنا 7 على 5 عدد نسبي تقول لي اه هذا عدد نسبي هزee عدد نسبي حلو طب ايجا واحد اللي بقول لي اسمع الثمانية عدد نسبي في رأيكو الثمانية عدد نسبي ولا لا بس في من الناس قال اه وفي من الناس قال لا اللي قال اه ابرافو واللي قال لا ابرافو مرتين ليش لانه صح لا لانه جاوب غرط وبتعلم شوفوا نحكي شغلة بصراحة شغلة حلو انا محب لما بتجاوب غرط يقول ايش يا زم احنا دلواحد بده جاوب صح وشنا نجاوب غلط لما احنا منجاوب صح لما احنا منجاوب صح خلنفترض احنا جماعة العلماء كلاتنا الشل اللي قاعدين الف بني ادم احنا نقول الف بني ادم احنا هدول لو كان في مننا تسعمية وتسع وتسعين واحد بيعرفوا الاجابة الصحيحة كم واحد عنده غرط بيقولوا واحد عنده غرط يا اخي هذا اللي عنده غرط اتعلم طب لو كنا احنا تسعمية وتسع وتسعين واحد نعرف كلاتنا مع الالف مع الواحد هذا الف يعني بنعرف الجواب الصح كم واحد فينا تعلم بيقول لي ولا واحد نحن كنا منعرف لكن لما بغلط بتعلم وما راح اغلط الغلط ها ماشي طب الغلط بيعلم الكل أو بيعلم الكل بيعلمني أنا لما إني ما كنتش أعرف علمني وعلمك أنت اللي كنت عرف الصح أنك ما تغلطش زي غلطي ماشي مشان هيك بالإيجابة الغلط هون حلوة لكن بالوزارة ممنوعة شما لها ممنوعة بالوزارة ممنوعة الجواب الغلط ما راح نجاوب درا وإن شاء الله ياره شقنا راح نجيب العلامة الكامير طيب الثمانية عدد نسبي؟ آه والله عدد نسبي بقول لي يزم كيف عدد نسبي؟ انت قلت له كل عدد يكتب على صورة إيه على بي بقول لك ما هي ثمانية على إيش؟ على واحد لما أكتب أنا ثمانية على واحد هذ اسمه عدد نسبي آه يعني هذ والله كل شي نسبي بقول لك طيب حب حب علي وامشي يا كبير شوف هون الآن لما جيت على هاي اللي أنا كاتب لك إياه هون هاي بتقول ليش عامل لي دوائر هيك؟ ولا هاي رسمة خراط ولا أنتو علماء بتخربشو خربيت وفلس لا الآن أنا عندي أعداد طبيعية أعداد صحيحة أعداد شو ما لها النسبي يظن كل عدد طبيعي هو عدد صحيح وكل عدد طبيعي هو عدد نسبي وكل طبيعي هو إنه صحيح وكل طبيعي نسبي وكل عدد صحيح هو عدد ماله نسبي بس العكس لا كيف العكس؟ مش كل نسبي طبيعي مش كل نسبي صحيح يعني ما نقول الرقم هاد مثلا واحد على اثنين بتقول هاد عدد ياش بتقول لي نسبي طب هو طبيعي بتقول لي لا عدد صحيح بتقول لي لا بس هو عدد نسبي لكن لما جي أقول لك مثلا إن السالب سبعة بتقول عدد نسبي بقول لك آه بتقول لها عدد صحيح بقول لك آه بتقول لها عدد طبيعي بقول لك لا شوفت كيف؟ لكن لو أجينا كتبنا مثلا التسعة بتقول لها عدد نسبي بقول لك آه عدد صحيح فاقول لك اه عدد طبيعي فاقول لك اه تمام اذا كل طبيعي صحيح كل طبيعي نسبي كل صحيح نسبي والعكس غير صحيح طيب الان ايجي واحد بقول لي اسمع انت وين رحت علينا يزمت تضحك علينا بقول له شو مالا بقول لي ازمت قبل شوي وانت هدا مركز هدا هدا عن جد مركز والله تحية للمركز كلنا زكفة للمركز هدا المركز شو بقول او بقول لي ازمت قبل شوي وانت بتحكي هيك هيك مش هر شو يقولت له ابن احنقلكك قصه على البصت والمقام والله انك مركز انا نسيت اذا مني تهدسها داكر طيب ما اعلنا خالنقول للك部 قصة على البصت والمقام في من هنا عن جدwie خربط مين البصت ومين المقام بقولها مين البصت ويقول كلا علي من عيزمه بصت على اليمين واحد لا الله يبهم يقول ايله الا الله البصت ما هو يا فوق يا تحت والمقام لا فوق يا تحت بس فينا احنا كنا اقلبنا منعرف انه بسط فوق والمقام وين تحي لان في جاغلة بيج واحد هيك مثلا شافك قول لك الله يعلي مقامك الله يكبر مقامك يا زانمي عفكرة هاي احنا منبسطش مننفوش الله يكبر مقامك يا سلام ايش ايه ايزما هي مسبح عايش نافش انت ايزما ما اسبح مسبح ايزما الله يكبر مقامك شو ما اسبح اثبت لك الى مسبح احنا شاك العلماء ورياضيات وقصص نثبت انها ما سبات يا زانمي فعلا اثبت لك انها ما سبه عسا انت هولا ما تيجي يكون عندك مثلا الرقم خنقول واحد عثنين حلو الرقم واحد عثلاثة الرقم واحد عاربعة الرقم واحد عخمسة لو جيت سألتكم قلت لكم مين اكبر رقم في هذول النص ولا الثلاث ولا الربع ولا الخمس يعني اذا عنا ترتايخ كي كي مين انا احسن لي اخذ نصة ولا اخذ خمسة يا الله نصة ايزا ما اكثر نصة اخذ نصة ولا ثلاثة لا يعني بتقسمها ثلاثة ولا اثنين لا اثنين معناته النص اكبر من الثلاث والنص اكبر من الربع والنص اكبر من الواحدة خمسة والثلاث اكبر من الربع والثلاث اكبر من الواحدة خمسة والربع اكبر من الواحدة خمسة كل ما كبر المقام طلعوا كيف كل ما المقام بكبر كل ما الرقم بزغر الله يكبر مقامك يعني ما سبه يعني الله يزغرك يا زلمي طي لا الله يكبر مقامك يعني الله إزغرك هاي اثبتناها رياضيا مش هيستناdeath طليقات ش오ك يقوله الله يكبر مقامك أستاذ الله يكبر مقامك ولا بعدين الله يكبر مقامك يعني ماشي تقولينيش Hispanic تعليقات كلها الله يكبر مقامك صحيبüyorي أنا عارف إن كل واحد جهز استبداؤوت ع صفحة الأستاذ على الفيس ولا على الاستيجرام اقوله الله يكبر مقامك ولا يستحو شوية عيب يعني شو حبي حبي علينا طيب الآن يا حبيبنا العلماء بعد كل هالقصة هاي الحزينة اللي حكناها لما تعبوا العلماء معنا في مجموعة أعداد مش مهم كثير بالنسبة لنا بتوجيه لكننا نحن منذطر لأنه مجموعة موجودة عندنا في مجموعة اسمها الأعداد غير النسبية خضوا الاسم النسبية وفي أعداد غير النسبية نحن ما خلصنا اكتشافاتنا العظيمة هاي في اللياتها أجينا قلنا اسمعوه شو رأيكم اللم الأعداد هاي كلها بدل ما احنا داربوا محمد لحال وداربوا خالد لحال وداربوا سعيد لحال وداربوا عصام لحال يا عم تعال خلمهم في بيت واحد قلنا منلم كل مجموعات الأعداد هاي بمجموعة وحدة كول الأعداد بمجموعة وحدة فشو ما نسميها بدنا نسميها مجموعة الأعداد الحقيقية الريال نمبر نمبرز مجموعة هاي بها ها نقول مجموعة الأعداد الحقيقية اللي شو نرمزلها نرمزلها بالرمز مين ار بالرمز ايش ار مين هي الأعداد الحقيقي لموجب ما لنهاية ده أن العداد الحقيقين هو هي جميع الأعداد من سالب ما لنهاية إلى موجب ما لنهاية من سالب نهاية لموجب ما لنهاية وعلى قولت الأخبايات بنا الي بيحبوها شوية تطوير انه احنا lógني تطوير انه انجليزي يعني ظالب كنجليزي انجليزيแبارسيUU حلوي صاه عجباتك؟ اضعوا اليهم بالفل اياها المرة الجاي بابعتنك اياها هدايا إن شاء الله ولا تزعلوا لايك لعيونكم طيب هاي كلها اسمها مجموعة الهدى الحقية طيب أستاذ أهو معك زمالك اسم الله عليك ليش نقزته اه شو بدي من هذا الحكي يا زمال بديك منه الحكي هذا حكي بفيدك هذا حكي بفيدك ماشي كيف يعني الحكي هذا بفيدك بكرة بيجيك سؤال بقول لك جد إذا كانت مثلا ايه ثابتا مجهول ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية جد قيمة الثابت ايه رحت انت حضرتك او حضرتك حليت لي هالسؤال ولا انت مطلع لإجاباتها خنقول شو الإجابات تبعتك طلعت الجواب تبعك اثنين وسالب ثلاثة مثلا والسؤال بعدها رحت لكي خيار في اثنين وسالب ثلاثة تيجي و تقول يلا ايه جواب اثنين وسالب ثلاثة وين رحيت قال لك مجموعة الأعداد الطبيعية الأعداد الطبيعية نو سالب ما فيها سالب الأعداد سالبية ما فيه انه سالب فيه أعداد صحيحة موجبة اذا جواب الصح مين هو اثنين بروع على الخيار اللي فيه اثنين وبحط عليه الدوارة تبعتي تمام لانه هذا فاتني طب لو قلني مثلا والله ينتمي الأعداد النسبية والله بقول له اثنين صح اثنين والسالب ثلاث صح الصحيح اثنين صح فمشان هيك دائما دائما ها بدنا نكون وعين وعرفين شو مجموعات الأعداد اللي عندنا اقين انوياكم اقين انوياكم الأعداد الطبيعية ايش هي يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة للاخير اللي هي مين هي الأعداد الصحيحة الموجبة حلو خطوها جنب الأعداد الصحيحة مين هي صفر واحد نين ثلاثة الاخيرة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة الاخيرة يعني مين الأعداد الصحيحة الموجبة والأعداد الصحيحة السالبة والصفر يعني ما في عندنا قصور تمام الأعداد النسبية كل عدد يكتب على صورة اي على بي هو عدد نسبية في مجموعة اسم الأعداد غير النسبية أعداد غير النسبية وبالأخير لمنه كل الأعداد وشو قلنا قلنا هاي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي بنرمزلها R من وين لوين R من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية تمام؟ تمام حسنا اليوم خفيفة لطيفة لكم الحصة الجاية فهني من تأسيسي راح يكون فيه معلومات أكثر بش بس إدهاي لا لا راح يكون عندنا وش معلومات بدنا نركز ومعلومات ونعب معلومات راح يكون عندي هاي الفترة اللي أنا حكيتها هون هاي من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية هاي اسمها فترة راح نبدأ حصتنا الجاي في أنواع الفترات حقولي يا تمن الله ما هي سهلة هاي شيانا يا فترات هاي الفترة كده والفترة كده عسسنو سرد أخبي عملكم صح عملينا مسلسل حلقات يعني 14 ألف حلقات ما شيء إلى خير لا أنا بأعرف أن فترات أنواعها سهلة عملك أنا مش هاربا بيهمني بهمني كيف أميز بي كيف لما يجي سؤال أكتب الفترة كيف نجا نضع دائرة أختار الفترة الصح هذا اللي بهمني بهمني أخليك تفهم التفاصيل الدقيقة في هذا الموضوع حتى ما تغلطش ولا غلطة ولا غلطة الغلط ممنوع الغلط مش مسموح الغلط شو ماله ممنوع طبعا ها موضوعنا ما تنسوه موضوع مهم إنه مين هي الأعداد إحنا بدنا نكون زي مين زي العدد واحد واقف معلم وإنتوا هيك نكتبونه ماشي بدنا إحنا نكون ناس نركز على الكلام اللي كان بداية الحصة بداية الكلام إنه الرياضيات مادة مصصابة مادة حلوة مادة إلى آخر مادة أنا بننجح بجي فيها علامة عالية أنا واحد من الناس بد أكون من أوائل اللقاء تمام تمام نقنحنا في الإشهاد نزرع في عقلنا الباطن نجهز أمورنا لدى الرسل حصد جاي فينا شغل جالم وورقة وعطيني أكبير وبدك تشتغل صح صح خالص بدنا ندعس بدنا ندعس بنزين ولما ندعس بنزين نطلع قدامنا مش رح نطلع ورانا ماشي قدامنا مش ورانا ما تخلي أي إشي أثر عليك كله دعس ولا قدام إنسى اللي ورا أقول لك حتى الموري بدنا نشيلهم مناش نطلع فيهم لأنه احنا مش شايفين إلا قدام بس حتى الموري مناش نطلع فيهم على الماضي أنت أو أنت ماشي شو ما كنت أنت ماشي؟ بالصفوف القديمة بالأول الثاني و بالعاشر بالتاسع بالتامي بالسابع ارجع و للصف الأول مثلا كنت علاماتك معدلك مش هارشو هاد الحاكمالوش دخل ماشي؟ هبلشنا من الصفر نبدأ من الصفر ماشي؟ حتى نصل للميتين من الميتين و الاربعمين من الاربعمية لهم فاصلين انا احنا ما بهنا اللي قبل ما رح نطلع عليه كان معدلك خمسين ما بهمني ان شاء الله بتوجيري حصير خمس وتسعين وصير مية كمان ان شاء الله هذا الحكي غير مهم بالصفوف القديمة لا تقيس حالك زمان تقيس حالك من اللحظة هاي انت ابن اليوم و انت بنتي اليوم من اللحظة هاي احنا انطلقنا بدايتنا في الرياضيات من اللحظة هاي و من الحصة هاي انطلقنا و ان شاء الله نحو الميتين من ميتين تمام؟ كان الود ان اضل معكم لكن بالحصة الجاي كونوا جهزين مشان امورنا تمشي تمام التمام استودعكم الله الذي لا تضيعوا عنده الودائع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة